احتضنت قاعة الاجتماعات بمباني ولاية العصابة صباح اليوم اجتماعا للجنة الجهوية للاشراف على الأسبوع الوطني لثقافة ورياضة المدرسية والذي من المنتظر أن تنطلق فعاليات نسخته الثانية يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري وخلال هذا الاجتماعي التحضيري أعطى وللعصابة عبد الرحمن والمحمد الحسن تعليماته للجان المشرفة بضرورة تخاذ ما يلزم من تدابيره من أجل إنشاح هذه التظاهرة التي تهدف إلى ترقية الأشيطة الثقافية والرياضية وكذا خلق فضاء شبابي تنموي ينمي روح الموطنة ويعزز المشاركة الفاعلة لدى الشباب في القضايا الوطنية وفي هذا السياق ستشارك كافة مقاطعات ولاية العصابة في مختلف فعاليات هذا الأسبوع بمعدل ثمانين مشاركا من كل مقاطعة